اشتركوا في القناة وقد اقتصصنا الخبر بشيء ما لا اختصار والاهم في رواية خبر الهجرة هو الوقوف مع دلالاته ومع الدروس المستفادة منه ومع العبر التي نقف معها فنجد أنها تأخذ بشغاف القلوب ولذلك فإننا في هذه الحلقة نستعرض بعض دلالات خبر الهجرة خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واركز ذلك في نقاط النقطة الاولى اهمية قراءة السيرة النبوية قراءة تأمل واعتبار وتوثق من الاخبار فنحن في مسار السيرة عندما نأخذها من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار الصحيحة والحسنة والمقبولة غير المنكرة نجد أن أخبار السيرة تأتلف وتؤدي دلالات متعاضدة ولذلك فنحن في غناء عن التكثر بالأخبار الواهية والأخبار المنكرة ومن هذه الأخبار مثلا في قصة السيرة قصة مجيء الشيطان إلى دار الندوة على هيئة شيخ النجدي وهذا الخبر خبر منكر والعجيب أني أنا قرأت روايات كثيرة لهذا الخبر وتسأل طيب من هو الذي أخبرهم أن هذا الشيخ النجدي شيطان لا هو اعترف أنه شيطان ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شيطان فكيف عرفنا نحن الآن أنه شيطان فهو خبر منكر من الأخبار التي فيها غرابة مثل خبر الحمامتين وخبر نسجي العنكبوت وخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد منهم إلى قدمه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا أبا بكر فنظر أبو بكر فإذا فجوة قد فتحت في الغار وإذا هم ينظرون إلى البحر يعني فتح لهم طريق غير الطريق الذي يخرجون منه مثل هذه الأخبار الغريبة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها من الإبهار ما يغني عن التكثر بمثل هذه الأخبار كذلك نحن أيضا في أزمة مع بعض الدراسات الحديثة التي يكتبها أناس صادقون مخلصون لكنهم ينقلون معاناة الجماعات الإسلامية ينقلونها إلى جو السيرة في مكة فيصورون قريش والله قريش إنما رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا سيؤثر على مكانتها الاقتصادية وإن قريش كانت تستفيد من الحج الوثني فإذا اتبع الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم ستخسر تجارتها هذا الحقيقة نوع من التفسير المادي للتاريخ قريش لم ترفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق تجاري رفضته من منطلق وثني هم متشبثون بعبادة الأصنام ويرونها آلهة ويرون أن ألوهيتها تستحق الجهاد والتضحية كما قال الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد فهم كانوا يقابلون دعوة التوحيد بعصبية للوثنية ولا يصلح أن نفسر التفسير المادي للتاريخ نطبقه على السيرة النبوية ولذلك تعجبني مقدمة الدكتور مصطفى محمود رحمه الله لكتابه محمد صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الذين يتكلمون عن محمد فيصفونه بأنه عبقري أو مصلح اجتماعي إن هذا جور على السيرة ينبغي أن ننظر إلى السيرة على أنها سيرة نبي يوحى إليه مبلغ للوحي ليس مجرد مصلح ولا عبقري ولا زعيم أو قائد هو أولا رسول الله محمد رسول الله والذين معه فهذه نقطة مهمة في تناول أحداث السيرة النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر كان قد أري دار هجرته علم أنه سيهاجر وعلم أينما كان الهجرة ورآها في المنام ورآ صفتها وهيئتها ونخيلها وحرارها وهذا موعود صادق من الله عز وجل ومع هذا الوعد اليقيني الصادق من الله عز وجل له إلا أنك تجد دقة في استفراغ الأسباب وأخذ الوسع في الاحتياطات ولذلك كان شيخنا الشيخ جعفر إدريس بتعه الله بالعافية كان يقول لنا أنا إذا قرأت السيرة نظرت تدابير النبي صلى الله عليه وسلم يبدو لك كأن هذا معتمد فقط على الأسباب من شدة استفراغه لها فإذا رأيت سكينته وتوكله ظلنت أنه لا ينظر إلى الأسباب ولا يعتبرها فالمفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنه موعود بالهجرة ورآ مهاجرة أنه ما يحتاج إلى هذا الجهد في استفراغ الأسباب ومع ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الاحتياطات وجمع جميع الأسباب لأننا نعيش في نظام السنن الكونية التي لا مجال فيها للمغامرة ولذلك لما استفرغ النبي جهد في اتخاذ الأسباب جاءه موعود الله معجزات استثنائية تسيخ قدم سراقة يصرف الذين وصلوا إلى الغار معنهم قد وصلوا إليه لأن الله عز وجل قد أمده بجنود لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معية الله له هي التي جعلت هؤلاء يطوفون حول الغار ويرجعون يعني بعد أن قطعوا كل تلك المسافات رجعوا فالشاهد من هذه القصة يا أحبابي أن النبي استفرغ الأسباب وأن الله عز وجل أجراه وفق السنن الكونية يقطع الطريق في المدة المعتادة ما طويت له الأرض سار ثمانية أيام كما يسير أي مسافر غيره طيب أين البراق الذي قطع به الطريق بين مكة وبيت المقدس بسرعة الضوء يعني البراق كان يسير بسرعة الضوء لأنه يضع حافرة حيث ينتهي بصره طيب أين البراق؟ ما أتى البراق هنا الهجرة في عالم الأسباب ولذلك نحن اليوم في جهادنا ودعوتنا ينبغي أن نسير وفق عالم الأسباب ونعلم أن المعجزات ذهبت مع الأنبياء وأننا نبل جهدنا بحسب وسعنا والله عز وجل يتولى أمر دينه ولم يأمرنا الله عز وجل بمغامرات غير محسوبة ولا باقتحام الهلكات وإنما تعبدنا بحسب وسعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحن مطالبون بتحقيق الإصلاح في أفق استطاعتنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت النقطة الثالثة التي أشعر أنها من الأهمية بمكان وينبغي العناية بها ولفت الأنظار إليها أنك إذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسيرة أصحابه معه ستلاحظ أن لديهم لياقة عالية في استئناف الحياة فلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عشر سنوات ويسترجع ذكرياته في مكة التي قضى فيها 53 سنة قضى فيها طفولته وشبابه وفتوته وكهولته فلا تجد مثلا ذكريات أيامه ولا ذكريات مجالسه ولا ذكريات ما كان في مكة كذلك الصحابة لا تجد في حياتهم في المدينة الكلام عن ذكرياتهم في مكة وفي بلدهم التي ولدوا فيها ونشأوا فيها والله أذكر يوم كان فلان أتانا وأذكر بيتنا وأذكر جيراننا وحديث اجترار الآلام واجترار الماضي واجترار الذكريات وإنما الذي حصل في المدينة قدرة عالية على استعناف الحياة بحيث أصبح نظرهم إلى الأمام من غير التفاة إلى الوراء وهذا هو الذي أعطى الدافعية للانطلاق بالدعوة والرسالة لأن النظر متجه كله إلى الأمام ما فيه التفاة إلى الوراء وهذا معنى ينبغي أن يعيه كل المهاجرين الذين يقدروا الله عليهم الهجرة من بلاده فإذا قدر الله عليك الهجرة لسبب من أسباب الهجرة فينبغي أن تستقبل المستقبل ولا تسير وأن ترسف في قيود الماضي ولذلك من تربية الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أنه بعد فتح مكة أغلق المجال أمامهم أنهم يقولون خلاص فتحت مكة نرجع إلى بلادنا ونرجع إلى بيوتنا ونرجع إلى أهلنا بعد فتح مكة حرم على المهاجرين أن يبقوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام حتى لو جاء حاجا أو معتمرا لثلاثة أيام ثم يغادر ولذلك لم يرجع أحد من المهاجرين إلى مكة إلى بلده وإنما الصحابة الذين كانوا في المدينة يجمعهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن قبورهم تناثرت في القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا ما الذي نثر قبورهم نثر قبورهم مشروعهم الذي انطلقوا يحملونه ولذلك أوصي نفسي وإخواني الذين قدر الله عليهم الاغتراب والهجرة عن أوطانهم انظر إلى المستقبل وعمل فيه وله وإياك أن ترصف في قيود الماضي والالتفات إلى اجترار الذكريات وتذكر الماضي والانشغاف إلى العودة فلا يستطيع مهاجر أن ينجز إنجازا وهو يرصف في قيود الماضي وإنما أصحاب الإنجاز لديهم اللياقة لاستعناف الحياة والانطلاق بها فحيثما كنت حيثما كنت انطلق بمشروعك وانطلق برسالتك وحقق أهدافك وانظر إلى الأمام والله يعينك ويسددك النقطة الرابعة هذا البذل العظيم من الأنصار رضي الله عنهم حيث حولوا بلدهم إلى قاعدة لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازلوا عن كل الزعامات القبلية وجعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم زعيمهم وإمامهم وآبوا إخوانهم المهاجرين وواسوهم في دورهم وأموالهم وقدموا صور ملائكية ما يوجد نظير لها عند البشر في إثار المهاجرين يعني سعد بن الربيع الذي يقول لعبد الرحمن بن عوف ما لي سأقاسمك إياه ولي زوجتين أنظر أعجبهما إليك وأطلقها وتزوجها فيقول له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وبعد فتح بن النظير وأصبحت كلها فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال واش رايكم أقسم غناء بن النظير لأنها أصبحت كلها فيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم قسمة الغناء قال هل أقسمها على المهاجرين ويردون إليكم ما واسيتموه به من المال من النخيل لأن المهاجرين عندما هاجروا الأنصار تبرعوا لهم بنخيل من نخيلهم يأخذون ثمرتها قال يردون عليكم هذه النخيل وأعطيهم من غناء بن النظير أو أقسمها بينكم وبينهم وجبقون على نصيبهم لأنها لا تكفيهم ماذا كان جواب الأنصار قالوا يا رسول الله إلا عندنا حل ثالث اقسمها بينهم ويبقون على نصيبهم عندنا هذه نفوس ملائكية ملائكية ما فيها شهوة طمع والاستئثار لكن الأعجب هو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار فبعد فتح مكة آمنت قريش وازدحموا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى قرن مسقلة كان معروف في مكة إلى وقت قريب قبل التوسيع الآن دخل في توسيعات الحرب قرن مسقلة جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتزاحمت قريش يبايعونه طبعا الأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأنصار فرح النبي بإسلام القريش بإسلام قومه هذا اللي كان يقود الجيوش صد النبي هذه هند منت عتبة التي مثلت بحمزة هذا وكانت تحرض المشركين في أحد الآن تأتي للنبي وينسى كل عداوات السابقة ويقبل منها الإسلام كل هؤلاء قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحقيق وبدون عتاب فالأنصار رضي الله عنهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم العرب تقول المحب بسوء الظن مولى يعني المحب يشح بمن يحبه يشح بمن يحبه ويخشى من فقده فالأنصار جعل بعضهم يلتفت للبعض ويقول كأن الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرجل أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته وبدأت تسرب إلى نفوسهم خواطر الآن مدام فتحت مكة وأسلمت قريش نخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كثر الله خيركم والله ما قصرته للأنصار والآن الله يحفظكم تروحون للمدينة ونحتجتوا شي تجوني إن شاء الله في مكة ما نقصر عنكم هكذا هكذا تسرب في خواطرهم وسبب هذا الظن شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فورا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالتهم وما نزل الوحي على النبي يخبره بمقالة الأنصار إلا لمكانة الأنصار في الملاء الأعلى قلنا المقالة هذه لو قالها غيرهم ما نزل الوحي بها هذا من شرف الأنصار أن ينزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالتهم افتعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مقالة قلتموها وكان الأنصار قوما صدقا فقالوا يا رسول الله قلنا أما الرجل فقد أدركته رأفة بعشيرته ورغبة في قرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اسمه إذن اسمه محمد يعني لا يأتي إلا ما يحمد فكرتوني نسيت العهد اللي عهدتكم عليه لا بل المحيا محياكم والممات مماتكم فلما قال ذلك انهار الأنصار عاطفيا وأجهش بالبكاء وقالوا يا رسول الله ما حملنا على ذلك إلا الظنة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فكرنا هذا التفكير إلا من شدة حبنا لك وخوفنا من فقدك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع عاد إلى المدينة ومعه زحوف من القبائل كل القبائل تسكن شمال مكة كلها عادت معه لكن كل قبيلة إذا حاذت منازلها تودع النبي صلى الله عليه وسلم نستودعك الله يا رسول الله نستودعك الله يا رسول الله وتتفرق القبائل عنه يميناً ويساراً من اللي باقي مع الرسول الأنصار هو الذين لم يحتاجوا أن يودعوا الرسول لأنهم يحوزونه معهم أنا أتخيل الأنصار عندما باتوا عند مسجد الشجرة والمدينة تتراءى لهم والرسول بينهم تذكروا كلها القبائل كانت ترغب أن الرسول يروح معها لكن الرسول عارف طريقة هو مع أنصاره والشعورهم الآن بعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها والنبي لم يختر غير بلدهم ولم يختر مثوا غير مثواهم ما شعورهم عندما عادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أولجوه بين بيوتهم وبعد ثلاثة أشهر يموت بين ظهرانيهم ويكون مثواه هو أرض مهاجرة صلى الله عليه وسلم النقطة أيضا التي نذكرها ونتذكرها هو أن الهجرة عندما تذكر فينبغي أن تذكرنا بفضيلة أبي بكر الصديق الذي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم من بين كل الناس ليكون صاحبه في هذا المسير والذي زكاه الله عندما سماه في القرآن ولم يسمه أبا بكر وإنما سماه صاحب رسوله إذ يقول لصاحبه لا تحسن ما هو شيء أشرف من هذه الإضافة وأي تزكية أعظم من هذه التزكية أن يصفه الله بصاحب رسوله إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا وقد سلكت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب النبي إلى مكة في حجة الوداع وهو طريق يسمى طريق الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه في حجة الوداع من كان رفيقه في مسيره اختار النبي من كل الناس أبا بكر فكانت زاملة النبي وزاملة أبي بكر واحدة سلكت هذا الطريق من مكة إلى المدينة فكان خيالي يذهب كثيرا وأقول ما شعوره أبي بكر ما شعوره أبي بكر عندما عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كل ما كان في الطريق يذكره بخبر الهجرة ما شعوره عندما رأى الصخرة التي استظل بها في طريقهم إلى ما إلى المدينة وقد خرجوا من مكة هل حدثت في الصخرة فقالت كنتما قبل عشر سنين هنا ما الفرق بين ذاك المسير وذاك المسير مررتم بي وأنتما مطاردين خايفين والآن تمران وقد أسلمت الجسيرة العربية كله والقبع الكل مع النبي لكن بقي مع النبي صح بقي مع النبي صاحبه أبا بكر ماذا قال طريق قديد لأبي بكر وهو يسير فيه هل قال له هل تذكر يا أبا بكر يوم كنتما تسيران وأدرككما سراقة كان هذا قبل عشر سنين وكنتما تسيران مطالبين مطاردين والآن تسيران فاتحين قد وطع الله لكم الأرض وأظهر الدين كله ودخل النبي المدينة وراحلته وراحلت أبي بكر واحدة في حجة الوداع كما دخلها يوم الهجرة وراحلته هي راحلة أبي بكر كل خبر من أخبار الهجرة يستنطق ألتنتنا لنقول رضي الله عن شيخ الإسلام صديق هذه الأمة الصديق أبا بكر لقد أسعد الله نبيه بأن جعل هذا صاحبه وصديقه فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضي الله عن الصديق وأرضى الله الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم ورضوا عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة